هنا محطة قطارات ومركز تسوق تحت الأرض وهنا طعن الجندي ابن الثلاثة وعشرين عاما في خلف الرقبة كان الجندي في دورية مع زميلين له في إطار إجراءات الأمن المشددة منذ أرسلت فرنسا في يناير الماضي قواتها لمحاربة المسلحين الإسلاميين في مالي المهاجم رجل في نحو الثلاثين من العمر وقد فر وسط المتسوقين نعلم أنه طويل القامة ورياضي ونعتقد أنه كان يرتدي حذاء رياضيا أبيض كل شيء مسجل بالكاميرا وسنجده قال الرئيس فرانسوا أولوند إن الهجوم يشبه بوضوح قتل جندي بريطاني في لندن الأربعاء الماضي لكن لا أحد يتسرع بالحكم إلى حين تضاح الحقائق وعتقال المشتبه به وزير الدفاع قال إن قوات الجيش والشرطة وضعت في حالة تأهب تحسبا لهجمات مماثلة